أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في مشروع بودكاست ويا رب تكونوا مستمتعين ويا رب تكونوا بتستفادوا من اللي احنا بنتناقش فيه ومن اللي احنا بنقوله وبنشرحه مشروع بودكاست دايماً انتم عارفين ومتعودين بنتكلم في مواضيع دينية ومواضيع اجتماعية ومواضيع بناءة ومواضيع حياتي تلقائية فما تنسوش يا جماعة تعملونا لايك وشير وسبسكرايب وفي اللينك تحت هتلاقوه فيه دروس كتيرة ومواضيع كتيرة برضو لفايدتكم غير المواضيع اللي احنا بتكلم عليها او ممكن متواصلة بمواضيع اللي احنا بتكلم عليها بس بطريقة مختلفة لان احنا كلنا مخلوقين بطرق مختلفة فكل واحد بيفهم بطريقة معينة فاكتبوا لنا شاركوا معنا اسئلتكم قراءكم حاجة بتحبوها حاجة بتكرهوها احنا مش هنزعل لو انت قلتنا قلتوا علينا حاجة مش حلوة وستاذ روني اهلا وسهلا بيك اهلا بيك حبيبي صاف صاف ازاي الاحوال نشكر الله بخير روني كان اليوم من الفاته مشغول شوية على بيتر ابنه بس الحمد لله بيتر بقى احسن وادعو البيتر يا جماعة بيتر ولد زي العسل وان شاء الله هروح لعب مع قريب والنهارده يا عم روني عندنا موضوع حلو موضوع مهم تفضل الموضوع بيتكلم عن انت قلت لي باين ان في حد قريدي يكتب لنا على الموضوع ده فعايز يعرف عنه وقت صح فللش شخص اللي كاتب لنا عن الموضوع دوت احنا النهارده الحلقة مخصوصة على الكومنت بتاعك شتعرفوا ان انتو كومنت هو مش كومنت كان بيعط مسج بس انه مهو الكومنت هو مسج كومنت بينكتب بالسكشن من تحت مسج بيروحوا على اللينكس يالي موجودة تفوتوا على واتساب أو على ماسنجر هيدا بها تتبعطوا على ماسنجر ده بالنسبة للسوشال ميديا سفير بس في لايف سفير ممكن في الكومنت يتبعت مسج يعني ممكن مثلا انا عمل لك كومنت على صورة انت حاطتها بس عايز اوصلك رسالة خباسي هاي اه حاجة كده بطريقة غير مباشرة فقال اللي عمل كومنت او لا لا بهيك موضوع في اوقات الناس ما بتحب تبين اسمي يعني عرفت كيف او يبينوا مين انه او انه انا اللي سألت هيدا السؤال عرفت كيف ببدون بتكون شوي برايفت لما بيحكونا مسجز وباي ذا وي فيكن تحكونا مسجز وتتواصلوا معنا بال اللينكس يالي هني موجودين تحت مضروري شي خاصوا ب اه شي موضوع نحكي فيه يمكن انتو بتكون مساعدة آآ مننا بتكون تدرسوا الكتاب المقدس معنا بتكون آآ بس تحكوا معنا بتكون آآ هذا نيس معلكم بتكون هيك شي آآ فيكن تبعتونا على الواتساب ونحن راح نجاوبكن شخصيا على عن هيدا الموضوع طيب عمرين فموضوعنا النهاردة بنتكلم عن معرفة الله المسبقة او تعيين الله المسبقة او قضاء وقدر او بس كفايا كده الاختيار المسبق يعني نحن ما نحكي عن الاختيار او التعيين المسبق يلي هو قضاء وقدر وعلم الله المسبق حلو فانا اسألك سؤال هل هن مختلفين مين اللي قال اول انت ولا انت انت هل هن مختلفين برأيك انا بدي رأيك كساسة هل تعتقد انه هن مختلفين او لا علم الله المسبق والقضاء وقدر لا هم 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 زيتهم ام ام ايه بتسمتك دي ورا حق انا بنسمي مختلفين ايه اللي اختلاف لان الله يعلم الغيب تمام وانت فيك تآمن بانه الله بيعلم بالخير بالغيب يلي هو علم الله المسبق ام ام فانزا بتآمن بهذا فيك تآمن بهذا الشي اذا هن مختلفين فيك تآمن فيه فيك تآمن بواحد منهم ما تآمن بالتآمن اه ام اوكي فا بس اذا بتآمن انه هن اتناين اتناeraan زيت الشيء معناتها انه انت ما فيك تقول انه هيدا الشيء انا ما بآمن به انا مش ألم حاجة أنا بالنسبة لهم الاثنين بيختلفين علم الله المسبق أنه الله يعلم بالغيب ويعلم بكل شيء ويعلم بيعرف شو بيصير بالمستقبل بالماضي وبالحاضر وأنه الله عين أو عمل قضاء قدر اللي هو اختار ناس يصيروا يكونوا خلص هدولهم الناس اللي رح يخلصوا وناس لقى أنا هاي ما بقى آمن فيها كما أنت فرعت الموضوع التاني بطرق مختلفة فيه في الطرق دي حاجات تعكس الفكرة الأولى وفيه بتأيد الفكرة الأولى فاللي انت قلته هي بتأكس الفكرة الأولى عشان كده انت قلت أنا مش مع الاثنين بس أنا مع النقط اللي بتأيد الفكرة الأولى أن علم الله المسبق ربنا عارف اللي هيحصل وعارف روني هيعمل ايه ومش هيعمل ايه ويختار ايه والفكرة اللي انت قلتها ديت بتأكس الفكرة الأولى أن الله اختار روني أنه هو مثلا بعد ما يموت والمسيح ييجي يكون في السماء لأن الفكرة ديت هيت تبعو القضاء وقدر أو الاختيار المسبق الاختيار قضاء وقدر على فهمي أنا مثلا اللي هو أنا عملت حدثة قضاء وقدر مكتوب لأن أنا هعمل حدثة دي صح وغلط بس بس بعدك أنت هون عم بتقول هاي دي هون مش أنه علم الله أنت ما عم بتقول أنه الله عارف ايوا بس لما تقول قضاء وقدر يعني الله قال إنه قرر إنه هذا الشي بده يصير هو الله عارف قضاء مين لما نقول نحن قضاء وقدر قضاء مين يعني أنت بتقول إنه الله هو قرر وقضى إنه أنت رح يصير عندك حادث دي لأ غلط هاي اللي عم بقوله إنه الله بيرد لك الشر يعني تعمل حادث لا لا الله عارف إنه يحصل لك عارف لأنه في هاي هنا في هيدا البوينت إنه إنه الله بده الخير لكل العالم بس مش معناتها أنه أنت يعني في عدك الأية اللي بتقول أنه كل الأشياء تعمل معنا للخير للجميع الذين يحبون الله المضعون حسب قصده يعني كل شيء الله بيعمله بيعمله لحتى يكون لخيرنا بس هذا ما الشيء ما بيعني أنه نحنا عم بحكي أردن يا سرط هالشي ما بيعني أنه نحنا ما حيكون في شر بحياتنا لأنه في الشيطان موجود والشيطان عم بيشتغل بالشرور يعني ممكن في حتة بس الآية بتقول كل الأشياء تعمل معنا للخير للذين يحبون الله إيه للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده أيه فبعدين اللي عم بقوله أنا أنه هالإيه بتفرج إنه الله بيحب لنا الخير ما بيحب لنا الشر تمام بس هالإيه كمانا ما بتعني أنه أنت عطول رح يكون عندك خير وما رح يكون في شرور بحياتك طبعا لح يكون في شرور لأنه في شيطان عم بيحارب بهذا الشر تمام ماشي أنا كان في حتة عايزين نخلصها ونبدأ بقى في الموضوع اللي أنت قلت آخر حاجة كدأ وقدر وآه ربنا عارف إن في حدثة هتحصل بس ساعات ممكن نقول مثلا طب ربنا عارف إن في حدثة هتحصل لي وربنا بيحبني وربنا هو المتحكم في كل حاجة طب إزاي ربنا أول شي لحت الحدثة تحصل هاي في طرفين في أنت في حدا قدامك شو مكنت يعني يمكن أنت مش يكون يمكن أنت كيف أدي أقول يمكن ما يكونوا سيارتين الحدثة يمكن تكون أنت حدا يجي يقول هلأ إنه لأ حدثة يمكن أن أنا بكون سيئ سيارتي وبضرب بحيط بس أنت الحيط هيدا بيمتلكوا حدا شوأت عم تأذي شخص تاني فممكن لما الله بيسمح بهالشي إنه يصير أول شي بيكون لخارك أنت أو بيكون لخير الشخص التاني بيكون لخير كونتنا في شي بده يصير لحتى يستخدم هيدا Engager هيدا الشي اللي صار أول شي هاي البوينت لحتى يستخدم هيدا الشي اللي صار لحتى يقربك أو يقرب الشخص التاني أو يقرب ناس تاني لإلو أوكي فهل هيدا بيعني إنه الله بيسمح للشرورنا عشان يعمل عشان يقرب ناس لإله أنا كنت فاكرك هتقول أيوة يعني كنت فاكرك أنت مقتنع بالنقطة دي إن هو بيسمح لشرورنا لحتى هو بس هون بتفرج قانونية لالله يعني ليه؟ هو إيه أهم حاجة في الحياة إن أنت تعيش أيا بس هو هون يعني أنت فاهمش قصلي إنه أزفن هو عم بيستعملك كبوبت لأ بس مش هو اللي بيعمل الشر هو الشر هيحصل بس هو اللي بيسمح بس هو عارف وراء السمح ده فيه إيه وراء السمح ده فيه فايدة وراء السمح ده وفيه فايدة ممكن ما يسمحش ما إحنا مش شايفين إحنا بنشوف بس اللي قدامنا لكن الله شايف كل حاجة وإحنا بنشوفش بعدين إحنا شايفين بس اللي هنا بس الله شايف بعدين ففي آية بالمناسبة نحن نحكي في الموضوع دوت في رمية 11 33 يا لعمك غنى الله وحكمته وعلمه وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء يعني إحنا عمرنا مستحيل هنعرف حكمة ربنا في اللي بيحصل إيه بس لو إحنا وصكين إن هو إله عادل وأمين ورحوم فأكيد مش هيسمح بحاجة لأزيتنا وإحنا نضيع في الآخر أو إحنا نموت وملناش رجاء في الآخر ولازم نعرف إن إحنا في الحياة دي إذا موتنا ده مش معناه إن إحنا خسرنا الموت لأن المسيح مات وغلب الموت والشيطان وقام فإدان إحنا الغلب إن حتى لو موتنا في الحياة نصاً انتصار هنقوم تاني معاه أوكي فإحنا مش عايشين علشان علشان نشوف أيام حلوة ونأكل الأكل حلو لأن السعادة بالنسبة لله غير السعادة طبعاً يوسف من الأول خالص وكان فيه صعوبات كتير في حياته من أول إخواته لحد ما تباع ترمى وتباع وتظلم وتسجن وما فيش أي حاجة خير حصلت معاه طبعاً ممكن يوسف ساعتا كان يقول هو إيه ده هو ربنا مخليني بابت مثلاً أو ربنا يا عم أنا راضي أنا كصاصة أنا راضي إن ربنا خليني بابت عادي خالص على أقل على أقل بس دي فكرة مش صحة يعني ربنا وهنشرح الكلام ده بعدين بس لو 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 مستخدمنا أنا فعلاً بابت أنا أنا راضي علشان على أقل اللي بيتحكم فيها الله ومش أقول حاجة تاني مع الله يعني اللي متحكم في البابت اللي هو أنا ده الله شكراً ماشا أنا أنا باشا أبو البابت كمان لو عايز هلأ أنا اللي كان قصدي كان غير أنا حكيت بـ مع بعض أنا البوينت تابعولي إنه إذا الله بيسمح لهيدا الشر وعم يستعمل هالشر لإله يعني إيه لإله لمجده لخيره مش بس كده حتى إحنا نكون معه مظبوط وعلشان إحنا نعرف حاجات جديدة عليه نقرب منه أكتر نعرف حقيقة ناس تانية أكتر يتكشف لنا حاجة معينة إحنا عمرنا في حياتنا ما هنعرفها غير لو كان حصل اللي حصل ده فالحاجة اللي بتحصل شر ربنا بيستخدمها للخير مش بس لخيره هو هو مش محتاج خير أما هو نفسه خير هو اللي بيدينا الخير مش ليه هو هو لنا إحنا فالفيديت أنا إن أنا أعرب منه أكتر فيديت أنا إن أنا عرفه أحسن فيديت إن أنا إن أعرف مين هو روني كان روني فعلا بيحبني وعمل علي ولا لأ المكان ده فعلا كان هيكون مفيد لي إن أنا أشتغل فيه أو أسكن فيه أو أعيش فيه ولا لأ فاللي بيحصل مش بس ليه هو هو اللي بيحصل ليه أنا خيه إيه إيه بس البوينت يعني اللي أنا عم بشوفه ما بعرف كهذا الشيطان بحت هيدا الشيء في راسي بس إنه أوقات يعني ما بعرف إذا أنت بتحسه بس بصير بتشوف إنه أزف إنه 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 فيه أنانية مين عند الله ليه بقى إنه هو إنه أوكي إنت بدك تتعذبوا كل شيء بس إنه بالأخير إنه أنا سمحت لهيدا العذاب بصير لحتى أنت تعظمني وتمجدني ما إحنا قلنا إن الموضوع مش بس التمجيد الله هو الفايدتي أنا خيه الفايدتي أنا بشو إنه أنا بكون قريب منه طيب بس جاوبني ما أنا قلتلك لحتى أنا تكون قريب منه دي حاجة واحدة منهم وكون أنا حياة الأبدية معه دي أهم حاجة أوكي بس فيه حاجات تانية في الحياة غير شو فيه غيرها تاني إن أنا أعطيني إجزامبل مثلا إن أنا مثلا لو ما كانش حصل اللي حصل ده ما كنتش أعرف هروني فعلا كان بيحبيني ولا كان بيبين علشان حاجة معينة أوكي كان بيبين للناس على حقيقتهم طيب أنا البوينت طابعه لهو ما كان فيه يعمل هيدا الشيء الله ما كان فيه يعمل هيدا الشيء بلا ما يصبح للشر إنه أنا أني إذي طيب إحنا لسه قريبين إحنا مش هنقدر نفهم حكمة الله في حاجة معينة ليه مثلا إنت لسه مبارح كنت مع بيتر في المستشفى صح وبيتر كان بياخد حقان صح طيب ليه سمحت ببيتر وعارف إن هو هيتوجع وهيخاف ليه سمحت ببيتر إن هو ياخد الحقنة كنت ممكن تمنحها لأ مش هندين الحقن خلاص خل ابنك إيه اللي هيحصل بعدين ليه أنا سمحت إنه بيتر ياخد الحقن آه ده أنت كنت مسكو يعني ليه ما أنت مش عايزه يتوجع مش عايزه يعيط مش عايزه يحكي اللي هو يعني يا بابا ده أنت وإنت اللي مسكني آه أوكي بس ليه هو أنا سمحت أنا اللي سمحت لبيتر لحتى هو يمرض ما هو المرض ده عارفينه منين المرض أي حاجة وحش ما هاي هاي هي البوينت إنه ليه الله سمح له هالشي ليه مثلا الله سمح إنه أنا ابني يمرض بقى أرجع بقى من الأول خالص والمرض جي منين الله خلق مرض يا خي أوكي ما اختلفنا بس حالق ده أكتقل لي إنه هالمرض فيه صار هالمرض أوكي وسمح الله إنه هالمرض يصير مظبوط سواني 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 هو المرض جي منين بتاع بيتر شو جي منين عي ليه إيه اللي حصل ما منعرف سديني إيه من الدكتور ما حدا أنا بيعرف إنه هي قال الدكتور قالت المرض تبعوله هو يعني عنده التهاب بالمصرين يعني مالوش علاقة لا 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 ما له علاقة عملنا بلد تسل الرش وما له علاقة فيه طيب مش لو كان هيك ما كنت بقلوش فيه يعني كنت بقول أنا السبب إنه هو مرض بس إنه ما بس انت كنت شتعرف لا أنا ما كنتش أعرف أصلا إنه فيه رش إنسيك من الرش بس كمينا أنا ما كنت بعرف أنا لو كنت بعرف كنت رح لهم حالي إنه أنا اللي من وراي مرض أنا طلعته بس بس إنه هو صار فيه شي بمعدته أنا ما يلي ما حدا فيه نعرف بمصرينه والدكتور ما بتعرف صار الالتهاب ما حدا بيعرف فإنه ليه بده يصير هالشي إنه بدك تقلي لأنه بيتر بده يمجد الله طيب بيتر عمره سين ونص ما هو مش كل الفكرة طيب بيتر مين بتشوف دي يتعلم بيتر من الموضوع حيضا بس إنه كرم المنعته تقوى ما تعرفش عشان كده إحنا لسه إليه آلة دي أنا دلوقتي شغلتي في الحياة مش إن أنا نفهم كل حاجة بتحصل لي عشان أنا لو حطيت في دماغي إن أنا عايش عشان كده فأنا هلحد من الآخر اللي هو عشان أحاول أفهم ليه ربنا بيعمل ده ليه ربنا بيسمحه ده أنا لو شغلنت دي بأنا إله وهو بقى يجي يعيش على الأرض سيخف الله عظيم يا رب هنكفر هو إله دي شغلنته هو إله محدش يقدر يقلل منه محدش يقدر يزود منه عشان ما فيش أساسا حاجة تزيد على الله وما ينفعش نقلل من الله ده الله فإن هو بيسمح بحاجة أو بيشتغل بطريقة معينة إحنا كأولاد الله اللي هو مفهول أنه يكون عبيدة الله أصلا بس هو من خلال ابنه خلانا ورث أولاده وأبنائه وأبنائه وأبناته فإحنا وصكين فيه وعارفين إن هو حكمته محدش يقدر يصالها الأفكار بتاعته أنا معك بهذا الشي بس مش عن طريق أزيط أولادك ما هو الأزيط دي ما بيجيش منه حتى بالإنجيل قالك المسيح قالك مين فيهم بيعطي أولاده حي تمام يبقى لازي ما بيجيش منه إيه بس هو عم بيسمح له علشان هو عارف إن لما بيسمح بالدوت في حاجة تانية تحصل تمجيد الله دي حاجة منهم بس في حاجة تانية كتير أو ما نفهمهاش أنا لو يعني أنا لو دلوقتي عدت مثلا خمس دقائق أفتكر لك كذا حوار حصل معنا شخصيا ومع الناس ألت لي إن أنا مكنت شفاهم ده حصل ليه بس بعدين عرفت إن الشخص ده لأوت في نور أنا الوينت تابعولي هو إنه طب ليه من عملت يعني مثلا أنا هلأ إذا إنه الله ما فيه جي يحكي لي إنه روني صلصة ظلمة مش منيح ما فيه جي يقل لي إيها هيك أو مثلا ما فيه فرجين إيها بفجن عرفت أو بحلم يقدر أو برؤية طيب ليه قرر إنه يسمح إنه أنا ينقذي لأعرف هالشي ببساطة خالص كده لأن إن أنت تتعلم حاجة ما بتجيش بالسهل ده طبيعة عرضية عادي إن أنت تتعلم حاجة ده مش بالسهل إن أنت تعرف تقرأ وتكتب ما بتجيش من يوم وليلة إنت بتتذاكر وبتتقرص وبتتكسف علشان تتعلم علشان تشتغل شغلانة ما ينفعش تبدأ تبقى مدير إنت لسه بتبدأ من تحت بدايتي كانت بنضف حمامات هنا في الجامعة مش عارف بننضف فصول بنعمل إيه بنكنس بنعمل مونج بنقص شجر وحاجات واتبهدلنا مثلا فما ينفعش نخش على الحاجة بسهولة ونبقى خلاص يعني بقينا ده كترة بنبدأ من الأول شوية بشوية دي طبيعة الحياة فإن أنت تتعلم حاجة لو تعلمتها بالسهل يعني خلينا أقول لك مثلا يعني أنت بتمشي ببوينت الشي اللي بيجي بالسهل بيروح السهل مش هتتعلمه أصلا أنا دلوقتي شخصيا لو أنا ما كنتش دخلت في علاقة واثنين وأنا مش بشجع على العراقات الكتير يعني بس حصل أن أنا عملت علاقة واثنين فدلوقتي علشان أخش في علاقة أنت عايز مراحل كتيرة أنا بفكر فيها قبل عشان أتعلمت وتقرست وتواجعت مش بس يوم دي شهور وممكن سنين فالألم ده والأذى ده تخلينا أتعلم حاجة أفتكرها طول عمري أن أنا معدهاش تقليل أصبع أنه هي خلت علمي عندك آه مش نسيها بس لو ربنا قال لي مرة واحدة في العلاقات يا حبيبي سمويل أنت هتخش في وعد اثنين ثلاثة هتتعب هتتأذي وأنا أقول له آه لأ فعلا صح خلاص ماشي ما تيجي لي بقى واحدة هو أتقلي أن أنا هتعب طب ليه هتعب قال له لأ هي بتحبين ورا ويحباها هخش في العلاقة فهخش وهتأذي بس بتكون ساعة اختيارك يا حبيبي القلب أنت دلوقتي إزاي هتتعلم حاجة من غير ما يجو ثروت أنت مستحيل كبشر مستحيل يا سلام يا سلام يا سلام يعني بص يا عمروني هلأ حلاء روح نعمل اليوم أنت دلوقتي بتقول لي أن أنت ربنا قال لك أن أنت لو دخلت مسلا علاقة دي هتتأذي فأنت لو دخلتها فدي اختيارك صح؟ أنت عب ما ربنا قايل يا جماعة الخير هو الشر هو احنا بنعمل اي دلوقتي ألف به أوكي بنختار الشر طيب أنا عم بمشي معك أنا عم بمشي معك بهالموضوع أنت لو هون عم تحاول تمسكني بأيدي اللي بتوشعني أنت يعني أنت أنا بدي أمشي معك بهالموضوع أنت عم نحكي عني وعنك عن هيدول الأمثلة هيك رأيك طيب شو بأي شو رأيك بالناس اللي ما كان عايش حياته طبيعي الزلم عم بيأكل وعن بيشرب فجأة بنزل عليه صاروه بيصله إجراءه طب ما هيدا لو إيجا تنبيه من الله لكن زيح شوي ما الصريخ ما أصله إجراءه لا أنت كاي غيرت الموضوع تنبيه قبل ما يحصل حاجة معينة يا خي أوكي ما بديش آآ ما بعرف مثلا ليه بيتر آآ لازم يمرض مثلا ليه مرد طيب احنا دلوقتي عايشين في السماء ولا عايشين على الأرض؟ عايشين في الأرض أنا ما عم بقول لا يا ابن الناس أنا ما عم بقول لا بس اللي عم بقوله ليه الأزية؟ ليه عم بيسمح الأزية حتى مثلا للناس أبرياء؟ علشان في الشيطان يعني دلوقتي لو ربنا منع كل حاجة خلاص ما في الشيطان يبقى هيجي ليه؟ يبقى إحنا عايشين على الأرض كامل ما فيش بقى ما جاء تاني ليه المسيح كان جاء أصلا من الأول؟ طيب ما كان يختصر كل دوت ويمنع الشيطان من حاجة كتير أول طيب ولو منع الشيطان هنرجع لأيوب من تمديله كل حاجة شيل منه حاجة وشوف أيوب هيعمل معك إيه؟ ده كلام الشيطان مع الله فرح ربنا مرض قيلته ماتت كل الحاجة اللي عنده ماته بيته اتهد وأيوب في الآخر عمل إيه؟ فضل مع ربنا أمين وربنا عوضه بدل الدعف دعفين ثلاثة ربعة فإحنا لو مشينا بالمبدأ ده إن إحنا دلوقتي ربنا متحكم في كل حاجة فالمفروض ربنا يمنع حاجة كتير أولا المفروض ربنا يعمل حاجة فإحنا كده الحد نقرد علشان إحنا بنعدل عن ربنا أو بنصلى حاجة هو بيعملها من دماغه فإحنا نقول له لا أعملها بالطريقة دي لا أنت من حقك تسأل أنت من حقك تشغل رأسك وتفكر ماشي معاك بس بس هتبقى زيادة قوي لو إحنا حطينا نفسنا مكان الله ونقول له لا أنت مفوتت عملها بالطريقة دي دي كده مش سؤال إحنا كده بنعدل على ربنا عمل حاجة طب ما يمكن الله أنت هيدا طريقتك أو أنت عم حاول تفهم الله يبقى أو أنت بتتكلم تكون واثق أن كل اللي بيعمله صح بس يا رب الديني قوة أو الديني صبر أو الديني تعزية في الحاجة اللي أنا بمر بها دي ده الأبروتش الصح لكن إن إحنا مثلا أنت أصلاك يمكن الأبروتش طبعا ويكون غلط هو اللي عم بخلينا نلحد أو نفكر ويبدأ بقى تفكيرنا لا الله ظالم الله متحكم في كل حاجة بس وهو قادر نووي يسمع بس مبحش يبقى ربنا ما بيحبنيش يبقى إحنا كده قلنا ربنا ظالم ربنا ما بيحبش ودول أكتر حاجتين عكس طبيعة الله أصلا لأن الله هو محبة والله هو عدل فإحنا لما بنحط نفسنا مكان الله ومكان فكرة الله ولسه الآية دي بتقول يالعمك حكمة الله وغنى معرفته ومش عارف إيه فإحنا لما بنعدل على ربنا فإحنا كده حطينا نفسنا مكان ربنا وده غلط إحنا مكاننا نفس اللي عمله الشيطان له صفر إيه اللي عمله في الأول أنا ليه مش مكان الله ليه أنا محكمش ليه أنا مكنش فبقى الشيطان فإحنا كأبناء الله مش مسؤولين أو مش مطلوب مننا إن إحنا نفكر في إيه المفروض يتعامل لا أنا واثق إن اللي بيعمله ربنا هو عدل ورحمة أنا أساسا عايش برحمته أنا لو من غيره أنا كنت هموت فلو إحنا عايشين بالفكرة ده فالحمد لله الحمد لله أنا عايش الحمد لله أنا بتنفس الحمد لله أنا بامش على رجلي الحمد لله أنا في إيه في أمراض وفيه وفيه فيه بس الحمد لله أحسن من ناس كتير الحمد لله أن أنا عايش من جوايا في طمأنينة وفيه سلام حتى ولو اللي بيحصل حوالي دمار وموت علشان هو في مش علشان بيحصل لي حاجة أنا مش بعبد الله علشان هو بيعمل معنا حاجة أنا بعبد الله علشان هو الله مين زي الله مين في حلاوة الله مين في صبر الله مين في تضحيط الله في جمال الله فأنا بعبودها عشان هو حلو أنت متجوز إلزة عشان هي حلوة روحيا وشكليا ونفسيا أنت متجوز إلزة ليه عشان أنت عايز تتجوز ليه عشان أنت بحبيت إلزة فأنت جوزتها عشان حبيبها فإحنا في علاقة إيه بس أنا إذا ألزة بتسمح لأزيتي أنا ما كنتتجوزتها هي ألزة بتقدر تحكم في كل حاجة بتحصل لك لأ إذا هي بتسمح هي ما بتقدر هي تخير هي ما بتقدر بس إذا هي سمحت لأزيتي كانت ما تجوزتها طب إنت كده بتقول إن ربنا مش بيدفع عنا خالص أو بيحمينا خالص أنا تقول إنه هو ما بيحمينا خالص هيدا هون أنا بكون مكذب بس أنا ما بعرف قديه هو بيحميني قاعد لأنه أنا مش شايف الباتلزي اللي عم بتصير حلو أنا عم بعرف الشي اللي أنا عم شوفه فإنه أنا إيجي يقول إنه إنه الله ما بيحميني بكون عم كذب بس إنه فيه عندي فيه فاكت فيه الفاكت اللي هي إنه أنه إنت إنه الله عم بيسمح للشيطان إنه هو يدمر ويعمل هيدا الشي كله بس مش كل حاجة فيه آية بتقول قلتها كذا مرة في كذا حلقة لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون خي أوكي بس إنه أي حاجة بتحصل لكل شخص فينا يا بتحصل علشان ربنا عارف ومش ربنا قالولش علاقة ربنا بأي حاجة ربنا بيحاول يصلح ويحاول يعدل وبيحاول بس الشيطان بيحاول يعمل برضو فهي حرب خير وشر إيه بس يعني طب دقيقة شوي هيك الله ما عم بيسمح أنت عم بتقول يعني الشيطان بيش تغلب حار للراسه بلا ما الله يسمح لا الله بيسمح طبعا يعني الله عارف اللي بده يصير أيوه بس ما بيسمحش بحاجة ما لوش دعوة مش هو اللي بيعملها خي أوكي بس هو سمح إنه تصير فاحنا كده بنلوم الله مش بنلوم الشيطان لا بلوم الشيطان بس كمان بنلوم الله ثانياً ربنا ما بيسمحش بحاجة أكتر من الشخص يقدر يتحملها ثالثاً لما أنا طب شو الهدف أنه ما بيسمحش أنه هنرجع تاني هتضربني أنت هنرجع تاني إن ربنا بيسمح بحاجة علشان فايدة ليك أنت فايدة لحواليك فايدة الممكن حد ملوش أي علاقة بيك بس لما شاف الحدث ده أو لما عد بس من الحدث ده فقرب من ربنا طب هلا هيدة الشيء أنا شفتني ينهر بيض لأي بقى أنت كده بقى إيه دي خيارة عم نحكي أيو 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 فأنت كده بقى أنت أنت ما همكش مين اللي يروح السماء مين ما يروحش أنا روح ولا ما روحش معشان كده بيقولك لو أنا حياتي عايشها لنفسي فأنا من الآخر كده مش هفيدنا أي حاجة أنا بس عايزة بقى تمام ما ليش دعوا بأي حد تاني بس لو أنا عايش حياة نفسي الناس يخلصوا يبقوا في السماء لما ربنا ييجي وأنا عايز أساسا ربنا ييجي عشان أزقتم الحالة أنا عايشها فساعتها يعني موتني بس واحد بس يعرف المسيح بسبب موتي هو ده الفكر إن أنا عايش علشان ناس تانية تخلص ولا عايش عشان نفسي وأنا أخلص بنفسي وأنا وعلتي وأنا وحياتي وأنا والمليون دولار بتعوتي فأنا حياتي مش عايشها النفسي أنا حياتي عايشها علشان الناس يعرفوه الناس يقبلوه ولما هو ييجي إحنا بقى نروح ونخلص ما بعرف خيه أنا في قصص أنا ما باتفق معك فيها أنا موت عشان حدا تاني يخلص I don't think إنه it has to go to this extent مش كل الناس طبعا كلنا كنا موتنا ما هي اللي أقول مش كل الناس أنا بقول لك كمثل واحد عمل حدثة مالوش أي قولتها بلي كده في حلقة من الحلقات أسيس كان ماشي وعمل حدثة ومات واللي موته كان مفودي تسجن بس هم ما سامحوه فهو قرب من ربنا وبقى مبشر طب ليه أسيس ما كان بيبشر طب ما هو اللي بعيد عن ربنا قرب فاللي بعيد عن ربنا ويقرب بيجيب ناس أكتر من الأسيس مش قصدي يعني القصص بس قصدي التغيير الشخصي اللي بيحصل مع الناس لما الناس يشوفوه يعني لأ بيضغيروا أكتر يا دا أنت كنت كده وبقيت كده ففعلا في حاجة حصلت لن نعرف إلي حصل فربنا بيستخدم حاجات معينة بطريقة معينة علشان إحنا نستفاد وعلشان الناس تقرب لي أكتر ولو أنا ما عنديش الرغبة إن أنا عيش علشان دوت فأكيد ربنا مش هيكبر علي الحاجة المعينة دي بس هستحمل بقى هستحمل الشيطان وعميله بس أنا بحس إن الله لازم يتدخل أكتر منك ليه بقى أنت بتصلي قوله يا رب بس إطلع أنا بدي إيز أطلع كنت لسه أولى بعدها الحكي إيز أطلع أنا بس إنه بخير هو يجي يقولك أنت كنت بتفكر في كذا بأمانة يا روني إحنا لما نروح السماء والمسيح لما ييجي هنشوف حاجات هتخلينا مكسوفين إن إحنا أصلا نقوله أي حاجة لما يورينا الطرق اللي هو كان بيشتغل بيها وبيعمل بيها بطريقة إحنا نتنقذ وبطريقة بيحافظ على بيتر بيحافظ على إلزة بيحافظ على ده بيحافظ على دي بيحافظ علينا شخصيا وأنا مش شايف كل ده بس أنا لو ما عنديش من جوايا التأكيد إن ربنا فعلا بيحافظ علي وربنا فعلا عايزني الخير وربنا فعلا حميني وبيعمل مع حاجات كتيرة خيائب بس حتى لو عندك أنت هيدا الشي من جوا يا صص وقت القصص بتصير على بتصير لما تصير الشغلة بتصير بتفكر أنت بهذا الشي إنه ليه هيك بده يصير بس ما نركزش في الموضوع ده عشان ياخدنا بعيد قوي بس أنت أوقيت بدك تفكر حسب شو اللي بيصير حسب الأزيه اللي عم بتصير يعني لما حدا بيفقد ابنه مثلا أكيد صعبة بدك توقع أنه ما يفكر هيك تفكير بده يفكر ماشي يعني حلق بدك تقل لي مثلا أيوب نحنا مليخد أيوب ومثال أيوب مصبوط بدك تقل لي أنه أيوب ما زعل لما فقدوا ليده وفزعه ومرته ما قال أنه ليه يا الله هيك صار ممكن طيب عم ناخد مسايره قاعدين ماشي بس هو ممكن ما مش مكتوب في الإنجيل ما قال أكيد أما ما عم بقلك أنه مكتوب أنا ممكن يكون حس الأحساس ده بس في الآخر إيه اللي حصل أنت قالت لي الله عوضه آه نزبوط طيب أوكي كيف الله عوضه بعدما في الآخر ثبت أنه هو بيعبد الله لأنه هو الله مش بيعبد الله عشان اللي يدهوله أوكي بس بعدين شو صار رجع عيشهم لا ده بعيال تانية بس بحياته ما هيكون ولاده التانيين بنفس محبة الولاد الأولين طيب ما هنرجع كده في الآخر ونقول أن حياتنا أهم من خطة الله لينا حتي ما بتقول أنه أنت حياتك أهم من خطة الله ليك بس أنه خي ما بعرف كيف يعني أنا بالنسبة لأيلي أنا I wouldn't even the thought أنه أنا بدي بدي أخسر بيتر أنا هايدي ما بقبل تفوت برأسي عرفت شو مع عشان كده ربنا مش هيعمل مش هيعمل مع روني نفس العمل مع أيوب عشان كده اللي بيعمله مع يوسف مش نفس اللي عمله مع داود اللي بيعمله مع داود مش بنفس اللي عمله مع دانيين بس بحل بطريقة هل أنا هون روني كروني وبهيدا الفيلينج معنات أنه أنا ما بحب الله لا الفيلينج أكيد أنت ما تقدرش تحكم فيه الكتاب نفسه ربنا بيقول هلما نتحاجج يا كل الرب يعني ربنا مش عايزنا بس نصلي وإحنا اللي هو لا إحنا ممكن نتكلم معاه نتناقش معاه هو أهم حاجة وأساسا دي عميقة جدا في الكتاب المقدس وبنشوفها لما المسيح اتصلب كان في الوقت الأب السماوي انفصل عن الإبن وأكيد المسيح كان زعلان أكيد وكان متداي أكيد من اللي بيحصله من اللي بيحصله من اللي بيحصله من اللي الله سابه بس ساعتها اتكلم مع الله يعني هو كمان كان زعلان كان يتكلم مع الله إلهي إلهي لماذا تركتني مش بيلوم الله بس يعني اللي هو انت فاهم فإحنا وإحنا زعلانين مش غلط إن احنا نتكلم مع الله بنتناقش مع الله نسأل الله بس أنا من جوه عندي ياكين وعندي إيمان إن الله ما بيعملش شر أو اللي حصل لده مش من الله بس أنا كيف بدي أتكلم مع الله مع أنه بيعرف كل شيء آه ده جميلة كيف يعني أنا مثلا أنا جاي اليوم هلا بدي أحكي مع الله على لنقول على الشي اللي صار مع بيتر ان هو انا اضطررت فوته على المستشفى طيب وعيش اسوأ حياته هو قريدي عارف انا شو بدي يقول ايوه طيب شو البوينت انا بدي يحكي طيب انا اقول لك مثال بسيط بس طبعا ما بس انا خلينا اعطيك شوي انا اكزامبل اعتبر حالك انت مصاحب بعلاقة واجت البنت اللي انت بتحكي معها انا بدي تحكيك بموضوع بس انت عارف شو الموضوع واردي عامل انت يعني انا هيك تفكر فيها كبشر انا لما يكون في حد جاي يحكي لي بموضوع انا عارف شو الموضوع عارف شو هالشخص بدي يحكي انا قريدي عامل براسة السيناريو شو بدي يجاوب ساعتها انا ايوهل قايدة صح سصار هيدا فيها مانيبوليشن اذا اخذنيها فيها مانيبوليشن او فيك تاخذها بطريقة تعملها ممكن اجيبها لك بقى بس بطريقة مختلفة اللي هي بيتر ابنك كبر وشفته بيتكلم مع واحدة وعدت كزا يوم وبيتكلم في تليفون وي 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 فلاحظت ان في حاجة ما بينهم هل انت لحظت وعارف ان اه لأ الكلام دوت مش مش صحب لصحب لصحبة لأ ده فيه اكتر اه فانت لحظت ان فيه هل انت هتستنى بيتر يجي يكلمك ولا انت خلاص لحظت فعرفت فخلاص مش لازم يجي يكلمني لا حروح لعنده قوله هاي فايف هتأيدي له فيه فهل علشان انت لحظت فعرفت فخلاص انا مش لازم اعرف لا انا ما يعني اذا عرفت لك هلا ان شاء الله ان شاء الله وقت يلي هو بيكبر وهذا اللي انا عم حاول اشتغالين هو بس يكبر اول ما بصير فيه هيك شي يجي يخبر ان شاء الله يعني انا هيدا بتمنى بس انا بعرف انه وقت اللي بتصير التين ييرز وليد بصيروا ريباليوس يعني و ريباليوس وبصيروا بيبعدوا عن اهلهم شوي في هيدا الستيق ايه ايه بس ايه لا ايه ما بقول شي هتستنى هو يجي اقولك هاستنى هو يجي يقولي بس يجي يقولي سهقوله انا كنت عارف حلو بس هتستنى يقول كل حاجة ولا هو يقول ايه وايه ما انا عارف انت تقولي كذا وكذا انا عارف شو عم بتعمل مالبليش انا اه سكتني لا حسنا أنه هيقول وإنت عارف إيه اللي هيقوله بس أنت بتسمع بس ليك أنا الفرق بين وبين الله بهالشي أنه أنا مش عارف هو شو بدي يقول بالحرف تمام أنا عارف الصياغ اللي بدي يقوله أنه بدي يقول لي أنه ليك أنا بصاحب بنت بس شو بدي يقول غيره ما بعرف طبعا أنت عارف الفكرة ما يمكن يفاجئني يقول أنه غلطنا وحبلت أيو 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 إن شاء الله لأ يعني أكيد لأ الله يعرف كل تفصيل أحنا هنقول أنا بقى عايز أوصل للنوقت أنت ليه حابب تسمع وليه لما لحظت كنت مستنيه ييجي كل دي ليه ليه شو أنت لوقت اللحظت ليه حابب اسمع من بيتر ليه حابب ييجي يقولك وإنت حابب تسمع منه عم بعطيه his privacy إيه عم بعطيه his privacy اللي حتى يكون في عنده هو خصوصيته تماما أنا عم بتدخر كتير بحياته ماشي بس أنا بتكلم في إيه اللي يهمك أصلا في الموضوع يعني ما يروحي تصاحب واللي يعمله ييجي أحكي فإيه بقى بدي مصلحته شو دي مصلحة دي واحد بدي يفرح معه تفرح معه جميل يهمك ولا ما يهمكش يعني كيف ما بدي يهمني وأعمل لك ابني يعني أكيد بدي يهمني أبويا اللي بيحبني ويحبه مصلحته يجب معه دي صاحة عمي عارف إيه اللي بيحصل معايا وعارف إيه اللي يحصل معايا بس حابب إن هو يشاركني هو أصلا أنا شاركه في الحياة اللي هو من دهائني أصلا فحابب إن أنا أتكلم معه أقوله يا رب أنا عملت كذا كذا هو عارف يا رب أنا بطلب كذا عارف إن أنا أطلب يا رب أنا محتاج مساعدة عارف إن أنا محتاج مساعدة طب ما ده ما عارف ما بتعملها لش لي علشان أنا عايز علاقة أنا بحبك أنا عمل عليك بدي يهمك تحكي معي آه أنا حابب إن أنت تتكلم معايا وأنا حابب إن أنا أقولك إيه وأكتر من كل ده أنا حابب إن أنت بتدعيني إن أنا أتدخل في حياتك يعني لو بيتر جي قال لك كانت في ذكرتلي بالإيه اللي بتقول رح قولها بالعمية I'll paraphrase it I think بتقول إنه قبل ما يحكوا أنا بسمعهم وقبل ما يطلبوا أنا قريدي عم بشتغل عم باطيهم I think it's be up by Isaiah أو بشي فهي آه الآية دي عارفها بس برضو مش فاكر المكتوبة في الإنجل إيه بالزبط فربنا علشان بيحبنا إحنا نقوله وإندخله في حياتنا ويقول لنا هو وجهة نظر وينصحنا فأنت حابب إن بيتر مش بس يحكي لك عن اللي هو بيمر فيه ده كمان بيقول لك يا بابا أنت شايف هنعمل إيه ساعتها ده بق ليه في الثاني خالص ساعتها أنت بتبقى اللي هو لكن لو جهة حكالك بس وقال لك يا بابا أنا همشي اللي في دماغي وإنت تقول له لأ بس أنا شايف كذا فيقول لك لأ أنا هعمل ده فأنت لو فرحت أو انبساط إنه هو جي قال لك راحت لأن أنت عايز تقول له على حاجة تفيده هو عشان أنت بتحبه بس هو يمشي في دماغه فربنا نفس الكلام بيفرح إن إحنا بندخله بس الفرحة الأكبر إن إحنا بنخليه هو اللي يتحكم في اللي إحنا فيه عشان هو عارف مصلحتنا ربنا مش بيجبر حد على حاجة إحنا في حياتنا عايشين باختياراتنا إحنا بس الشخص اللي بيقبل الله وبيخليه هو اللي بيتحكم في كل حاجة في حياته هو ده الشخص اللي ربنا بياخده ويوديه ويجيبه وزي ما بتقول في الأول بس ده تلهوتيا غلط إن هو بيبشينا زي الآلات لا هو مش بيبشينا زي الآلات إحنا أحرار بس الشخص بقى المؤمن اللي هو معترف إن تحكم الله في حياتي هو ما فيش أحسن منه وهي حرية زي ما قلنا الزمان فهو بيستخدمنا كده فعلا طب ليه كده يا شوي أنت عم بتقول إن الله عنده العلم المصفق مظبوط وأنا بأيمن بأنه عند الله عنده العلم المصفق بيعرف إنه شو بضي يصير المستقبل يعني نحنا عم نقول قاعدينه إن الله بيعرف أنا أخرتي وين طب أنا هيك مخير مش مسير أنا هيك مخير مش مسير هو عارف إلا يحصل أنا هيك مسير مش مخير عكسته عارف أخرك فين بس هو مش بيحدد أخرك فين إنت لو بتحدد أخرك فين كيف أحدد ما هو عارف أنا وين حتى لو غيرته في آخر اللحظة عارف أنت تغير اللص اللي كان جنب المسيح كان المسيح عارف شو رسم يعني خطط حياتي كاملة وحاطت لك كل الأوبشنز هو رح يغير هون بس بعدين ما هيزبط ما هو حير يغير لهون بعدين ما يزبط ربنا عنده كل حاجة بس ما بيتحكمش في حاجة ما بيقولش أنا عايز روني يروح السماء فروني ينهامل معا كده فهيروح السماء أنا ده مش عايزه السماء فهعمل له كده لا هو ربنا عارف ده يروح فين وده يجي منين وده يعمل ايه وده يختار ايه وده يغير في ايه وده بس ما بيخليش حد يعمل حاجة ممكن يساعد حد لأي حد طلبه في تسنية أي حد بيلتمسه وعايزه بيطلبه من كل قلبه الله موجود ليه أي حد شو يعني من كل قلبه ما أنا عنا هيدا بتسمعك لحياتك حدا بيطلبه من كل قلبه كيف يعني تطلبه من كل قلبه قدي في عالم طلبة الله من كل قلبه هي فكرة حالة طلبة الله من كل قلبه بس إنه ما أجيه هون جواب إن أنا أطلب الله لأن حاسس إنه هو ده الصح أو ممكن يكون هو ده فأطلب الله مش هم حدش يقول على إن أنا لكن هل أنا بعملها كده ولا أنا بعملها علشان أنا حاسس نداء دي ما فيش أهم منها دي هتساعدنا وهتريحنا أنا وأنا محتاجها جدا وأنا من غير وولا حاجة بس في عندك ناس كتير بتقل لك إنه أنا كنت ملحد وما بعرف إنه فيه إله وجيت قلت إنه يا رب إذا أنت عن جد موجود فرجيني مجدك بسلا أو أثبت لأنه إنت موجود والله أثبت لهم فهل هذا الشيء كان من ألبهم مثل ما إنت عم بتقول على البيس طبق على البيس عن what you said الله أعلى هم عملوا إيه بالظبط أو ألبهم كان فيهم بالظبط بس اللي بيطلب الله بجد بيلاقيه عن كل واحد منا ليس بعيد فاللي عايز هيلاقيه من كل ألبه لأن الله ما بيحبش إنه إحنا نكون شوية لي وشوية الحاجة تاني إنت إحنا متكلم على بيتر ومراتك كتير بس ده علشان ده ده معنى الحب Go for it go for it وحطيت إلزا وحطيت جنبيه قبل بيتر قبل بيتر لو حطيت إلزا وحطيت جنبيه حاجة تاني قلت لها أن أنا بحبك وهنتجوز بس أنت 80% وفي حاجة تاني 20% أنا شايف إن هي مش هتتجوز غير لما تعرف إن روني 100% مع إلزا أنا شايف كده من أي ناحية أنا كيف يعني 80% هي و20% قلبك 80% معاها و20% لحاجة تاني شو لحاجة تاني أي حاجة تاني مثل شو سيارات ما رح تقول لأ أقول لك أوكي لا ديها ديها تهوبي ما هي شو حسب شو لـ 20% أما إذا نسوين تاني أكيد ما رح تقبل أنا بحاول أحطها برضو أنا عارف شو عم تحاول تعامل بي أنا اللي تجي تابعو لك إنه أنت الله بده إياك 100% بس الله مدينا رغبات في حياتنا يا رغبت إن أنا أعايز أحب واحدة فده مش معناه أن أنا بخون الله لما أنا بحب واحدة رغبت إن أنا مثلا بحب ألعب كورة فأنا مش بخون الله لما بلعب كورة بس في دولة ممكن نستخدمهم ضد الله يعني إن أنا أحب تعملونه كتير آه فهي دي 100% معاه ولا لا في حاجة تاني الحب اللي ربنا مدهوني الأهلي ومثلا زوجتي ومثلا ولادي ومثلا موهي موهبي مثلا ديتنا مش غلط بس لما أنا بحطهم هم مكانه أو زيادة عنه فساعتها أنا بستخدمه هم غلط طب ما ليك ما بس بس شوف إنه أوقيت يعني أنت وبعرف حسب الواحد كيف هو الفيو تابعوله يعني عرفت كيف بكرة بس تخلف رح تفهم أنا شو اللي عم بحكي بس إنه آه يعني إليك أنا هيك أنا قلت لألزة إنه أنت آه إنه أنا بحبك وما بحبك وهي دا كل حاكي إلتا بيت مرة وقال لي في المرات بس وإنه أنا بحبه بس لما إجا بيتر والمومنت يلي أنا مسكته الشعور يلي أنا حسيته بالحب أنا بحياتي يعني أنا أول مرة حسيت إنه أنا بس مسكت بيتر إنه هاي أول مرة بحياتي بحب عم تفهم الشعور معنى أنا بحب مرتي بس عم تفهم شو قصدي ف ولليوم I still have this feeling عرفت towards him هذا الشيء كثير موجود فهل هاي الشيء مع الله it's not the same مسلا فهل هاي الشيء يعني إنه أنا بحب ابني أكتر من الله لا I think في يعني لأنه نحنا في كثير عالم راح تكون عم بتفكر مثل أنا عم بفكره في كثير عالم عم تمرق باللي أنا عم بمرق فيه فلما نيجي نحنا منقوله أنت بدك تحب الله أكتر من كل شي تاني شوي صعب الواحد يفهمه أنا كيف فيني حب الله أكتر من حب ابني بعرف إنه الله هو اللي أعطاني الولد الله هو اللي مثل هو سمح الشرور هو سمح إنه يجي هالولد وسمح إنه أنا سمي بيتر وسمح إنه أنا حبه هالأد وهو يحبني هالأد أنا ما بنكر هيدا الشي بس أنا كيف فيني حب الله بهالمحبة اللي أنا بحب فيها ابني أو كيف فيني حب الله بهالمحبة اللي أنا بحب فيها مرتي بس دي محبة مختلفة مختلفنا بس الشعور موجود عرفت شو قصدي مش مثل مع الله يعني مع الله المشكلة مثلا أنا هيدا اللي أنا كاروني بعيشها إنه وأمشور أنت بتعيشها كمان ده وكثير عالم بتعيش أنه أنت بتحكي بس بتحكي بالهواء لأنه ما في رد ما في أنسر فهيدا الشي بيخليك يعني بتحس بتحس كأنه أنت بتحب من طرف ثالث مش من طرف واحد عرفت شو فكثير عالم بتلاقيها بتحس أنهم هل أنا عم بحب الله ولا لا هل أنا عم بعمل الصح ولا لا هو سؤال براكتكال صراحة وعملي جدا ومهم جدا علشان الشيطان بيلعب في الحتة دي بيخلينا نحس أنه إحنا مع الله بس إحنا أصلا مش معاه خلينا نحس أنه إحنا قريبين وبنصلي بس إيه هو لا ببساطة أنت مثلا الحاجة اللي بتشدك الحاجة بتحبها لو أنت مشدود يعني لو الإحساس ده موجود لربنا فأنت ليك اشتياك مع ربنا لكن لو أنت مقضيها بس روتين اللي هو أنا متعود لازم أصحى وصلي فبصلي متعود لازم قبل منام بصلي متعود أن أنا مش عارف أروح الكنيسة في الوقت ده لو بقى روتين وملوش طعم فساعتها بقى حاجة الشيطان هو اللي بيخليك تعملها الشيطان ممكن يخليك تفضل طروح الكنيسة والشيطان ممكن يفضل يخليك تصلي ويفضل يخليك تقرأ في الإنجيل بس أنت كل اللي بتعمل ده وما فيش أي زيواصل مع الله تعملها بس لأنه كاستم صعب الشيطان يقول لك ما تقراش دا كان زمان دلوقتي لا الشيطان غير اللعب اللي هو بيعملها زمان كان ممكن يقول لك لا ما تقراش يكسلك دلوقتي لا اقرأ بس وإنت بتقرأ أنا أخلي دماغك في حتة تاني خالص هخليك تفكر في حاجات تاني خالص وإنت عمل تقرأ في الكتاب فإحنا لازم نخلي بأنه وإحنا بنصلي بروح الكنيسة بنقرأ في الإنجيل في أي تواصل ما بيننا لربنا إحنا تفكرنا فين هل إحنا بنفكر في الله ومتوصلين مع الله في الوقت ده ولا إحنا أكننا مع الله بس إحنا بنفكر أنا بتحصل معايا ساعات وإنا بصلي مثلا ببدأ أفكر في حاجات تانية خالص فبروح موقف برجع وصلي من تاني وأنا بقرأ مثلا في الإنجيل ساعات وإنا بقرأ بعد مخلص هو أنا أريد فين فبرجع أراها تاني عشان وقت ده ما كنتش بقرة ولا وكنت بصلي عشان تفكيري مش مع الله فأنا لازم وأنا بعمل أي حاجة مع الله هل أنا مجدود وأنا بعمله هل أنا متوصل وفهم اللي أنا بعمله ولا بقى حاجة روتينية بس هل بتفرج إنه هيدا الشيء بيعمل صعوبة أو بيعمل بيوقف على إطنى مع الله إيه هو ده الفيلنج هيدا ما إحنا مش بس فيلنج إحنا مش شعور يعني مش شعور مع الله خطر إحنا لو بنعب لأننا لا مش كشعور أنا عبقول هيدا هيدا هو يتسفيل يعني كيف بدي أقوله الثوتس هيدوري أو الواحد اللي بيعيشهم هل بتحسوا إنه هن خطر ولا إنه هيدا الشيء إتس جود ساين إنه إنت مثلا فور اكزامبل إنه الروح للأدس عم بيشتغل فيك أو إنه هون الروح للأدس عم بيعزيك أو بيقلك انتبه إنه إنت أو إنه إنت مثلا إذا بتشوف إنه الشيطان عم بيحاربك قاعد معناته إنه إنت قريب من الله صح يعرفت يعني هل إنت بتحس هالشيء هيك ولا بتقول إنه إنه لأ المفروض واحد ينتبه أكتر لما الشيطان بيخليني أفكر في حاجة تاني وأنا مع الله فده أكيد علشان أنا فعلا مع الله بس لما أنا أفكر في كده أو لما أنا لاحظ ده فده بيخليني أرجع تاني لله بالروح والحق لأن الله عبادته هي روح مش مكان أو زمان فأنا علشان أكون متوصل مع الله مش لازم أكون في الكنيسة أو مش لازم يعني هو مش بالمكان ولا بالمعاد معين عشان أكون مع الله أنا في أي وقت وفي أي مكان فأنا في أي وقت وفي أي مكان اللي أنا بختاره إن أنا أكون مع الله لازم أكون واعي إن أنا فعلا في حضور الله مش بس مشاعري حاسس إن أنا مع الله بتفكيري وبقلبي والمشاعر بتبقى نتيجة كايه ان انا مثلا دلوقتي بعد ما خلص قراءة الانجيل او انا بقراءة في الانجيل بحس ان انا بسلام او ياه انا مش عايز حاجة تاني بعد ما انا بصلي بحس بارتياح ان انا طلعت اللي جوايا لأكتر طبيب نفسي او بيسمع وكمان مش بس بيسمع ويسكت لا بيحل بيحل من غير الكلام بيحل من خلال شخص قرام ربنا بيجي يقول لي حاجة من خلال مثلا فكرة جات لي بساعت بس مع صوته ما نعرفش ربنا بيوصل لكل واحد بطريقة معينة بس انا لازم اكون واعي للنا مع الله ولنا عامل فيها مع الله ولا لا اوكي